بحاجة إلى مساعدة بدأ عليه دخل مطقة عمليات يبحث عن التغراء يوقف كوتو دخل مطقة عمليات توتعة الله! 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 بلحدة! 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 الخضر بللومي قال عليه أنه أفضل لاعب يحمل الرقم 10 من موراه والموناصرين تلك المولودية تليل له قيمة واعتبار كبير لدرجة أنه مشبه باللاعب الإيطالي الشهير عليساندرو دير بيرو عامر بن نعلي القبطان والمايسترو فوق أرضية الميدان وواحد من أهم اللاعبين تع الجيل الذهبي للمولودية زاد عامر بن نعلي في 28 فيفري 1970 في ولاية شلف اللي كانت تعرف هذا الوقت بإسم الإصنام المدرب سحيلية كان هو أول من شاف فيه عامر مشروع لاعب متميز وهذا بعد ما اكتشفه بالصدفة في أحد الدوارات الكروية سنة 1982 وهنا دي سيد الكورس الحيلية باش يضم بن نعلي إلى فريق الأساغر تجمعية شلف وفي وقت قصير بزاف قدر هذا الطفل صاحب 12 سنة باش يتفوق على كامل اللاعبين اللي منجيلوا هاد الأمر اللي خله يلعب أول مباراة رسمية لها مع الفريق الأول تع ليسو شلف وهو في عمر 17 سنة فقط مع العلم أن الظفر بمكانة أساسية في هاد السن وفي هاداك الوقت ما كانتش حاجة سهلة إطلاقاً خاصة في ظل وجود لاعبين أصحاب خبرة كما اللاعب الدولي السابق فوضي المغارية اللي كان متفائل جداً بالموهبة الكروية تاب النعلي موسم 1990 وبعد المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أنتورنو وأمريكال بفرنسا بن نعلي يوقع مع فريق مولودية العاصمة وهذا بعد إصرار كبير من أسطورة النادي واللاعب الدولي السابق عمر بطروني بعد موسم واحد بألوان العميد المايسترور جعل شلف وقاد الفريق إلى نهاية كأس الجمهورية اللي خسروها أمام شبيبة القبائل مهرته العالية والآن نقل يتمتع ويمتع بها الجمهور في التيران خلته يتلقى عرض بزاف أبرزها العرض اللي جاه من النجم الساحلي التونسي بالصحة القبطان تبعه سيتيمه ورفض كل العرض اللي جاته وخير الرجوع إلى فريق القلب والتوقيع لصالح العميد ملعب الشهيد أحمد زبانا في وهرن كان المصرح اللي كتب فيه عامر بن أعلي ومجموعة من لاعبين الشباب في صورة رافيق صيفي فوديل ضوب ورحموني فصل مهم من تاريخ النادي العاصمي وتمكنوا من إهداء الشنواء لقب البطولة الوطنية للموسم الكوروية 98-99 بعد غياب عن التتويجات دام حوالي 20 سنة لكن كما يقولوا دوام الحال من المحال وبعد هذا التتويج التاريخي تخلي الفريق في دوامة مشاكل وسراعات هذا الأمر يكلف العميد السقوط إلى القسم الوطني الثاني بالصح رغم كثرة المشاكل وغياب الاستقرار بن أعلي بقى دايما في دل المولودية ورفض الراحيل هذا الجزء خلّى الكابيتانو يزيد يكبر كتر وكتر في عين لسيبورتور تعلامسية وبحوله لسنة 2003 عامري ينجح في إرجاع المولودية إلى القسم الوطني الأول بعد تقديمه لمباراة قوية ضد اتحاد السوقر بصح من بين الأهداف تعبن أعلي يتبقى محفورة في ذاكرة موناصر المولودية هو الكوفرون لمركاه في شيباك اتحاد جدة السعودي في إطار مسابقة كأس العرب سنة 2004 وفي 2005 المايسترو يغادر المولودية بعد عشر سنين من التألق بألوان ليفاري روج ليقرر الاعتزال بقميص شبيب تشراقا لكن حتى بعد ما حبّس البالون بن أعلي بقى دايما في خدمة المولودية سواء كمساعد مدرب ولا حتى كمدرب للفئات الشبانية وأنتم في رأيكم هل عامر بن علي هو أحسن صانع ألعاب جزء على النادي مولودية الجزائر؟